أنا عاوزة أعرف إيه اللي حصل يخلي السكر بتاعك ينزل كده وإزاي ما تكلمنيش طهر أخدنا على المستشفى وعلي كان هلاك وإنتي لما كلمتك بعد الدهر وسألتك إخواتك كويسين ولا لأ إزاي تقوليني هما كويسين أنا ما كنتش أعرف يا ماما أنا قاعدة في قطة تيم الصبح ولما عرفته كلمت أروة طمنتني كان خلاص رجعين في الطريق خلاص يا ماما يعني ما حصلش حاجة موضوع ما أخدش أكتر من ساعة إنتي كويسة أي ماما مش عارف أقول لكو إيه يا أولاد بجد شكرا يا نادية يا نادية حد بشكر عياله بدول كلهم إخوات بعض وربنا يخليهم لبعض سلامتك يا هند لا سلامك يا أم والله رغم بصعوبة الموقف يا أولاد بس يا الموقف الصعبة دي اللي بتخلي الواحد يعني يعرف معادل الناس ربنا يخليوكوا لبعض ويتضالوا دايما كده سند لبعضكم وإيه الكلام الجد قوي ده مش عارف أنا جعان مين جعان معايا أنا 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 حروم أعمل غدا أنت كويسة نعم بابا أنا عايزة طيب خلاص بعد الغدا لك لا ما أنا أصلي محتاج أروح الصيدلية على طول تعالي يا حبيبي إحنا هنتغدى كلنا سوا بعد أنه عد نحكنا وإنت ورجع شغلك يلا ها تفعتوا على أي أنا رأي نأجل كلام في الموضوع دا دلوقتي أيوة أنا هنأجل لحد دا إيمتا إحنا أصلا ملحقناش نتفع على حاجة بسبب اللي حاصر أنتو أصلا ليه ما استغلطوش اللي حاصل إزي يعني قلتوا منها تعبت ولا إرفت من القعدة هنا لا بس الحقيقة إن هي تعبت علشان أخوك تخنق معاها فحصل فيها كده على فكه أنا هقولها على كل حاجة ما تقول لها وأنت هتقدديني ليه كده؟ يعني هي دي جزاتنا؟ معشان اللي انتو عملتو دا يعني أنا هسكت بقول لك إيه؟ وليح قول لها وريحينك يا طهر يا عم أنا زهقتي يا عم أفضل معلش هو تلاقوه بس متخنق مع صاحبتو أو حاجة واحنا مالنا مش فهم مش كفية لسانو الطويل دا هو دي ما ينفعش لسكوتي؟ ما تسكوتي شوية إيه اللي سفزاز دا؟ انت ليه الأذب على فكرة؟ حاجة عرف خلاص خلاص مش ممكن خلاص معلش خلاص اشرب قهوتك أنا هتطمن عليك وامشي أنا فايق مركز أنا مش بسأل لو أنت فايق ولا لأ أنا عايز أعرف لو أنت بيت أحسن بعد ما طلعت لجواك أكيد لا وإلا أكيدها هو في حد بيكون أحسن لما بيفتكري الوجه أنا؟ مش أنا بس في ناس كتير كده لما بيطلعوا لجواهم الحاجات اللي أفلى على قلبهم بيحسوا وبتحسوا أنا بقى مش من الناس دي وإنت شعرفك إنك مش من الناس دي هو أنت هتعرفيني نفسي أكتر ما أنا عارفها؟ لا لا عرفك ولا تعرفني إنت يا سيدي راجل كبير بما فيه الكفاية لإنك تبقى عارف كل حاجة طيب ممكن تنفذ الاتفاقنا عليه وتمشي ما تقلقش يا رمزي أنا محترمة اللي اتفقنا عليه مش هتشوفني تاني وبقات سنوية تبدأ من 150 جنيه